وأبدأ معك مصطفى من رميش وكيف تبدو الأوضاع في هذه المنطقة من القطاع الأوسط في الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم يعني ما زالت الغارات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني مستمرة في قطاعاتها الثلاثة وهنا في القطاع الأوسط كانت هناك عدة تغارات تم تنفيذها على هذه المنطقة بلدة عيتا الشعب ومرون الرأس قضاء بنت جبيل شهد عديد من هذه الغارات على جميع البلدات والقرى هنا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني نتحدث عن تواصل هذه الغارات التي امتدت إلى منطقة القطاع الشرقي ومنطقة التشابك الحدودي ما بين الحدود المحتلة الفلسطينية وكذلك الحدود السورية وكذلك الحدود اللبنانية وهي منطقة أصبع الجليل هذه المنطقة والتي شهدت خلال الساعة الماضية عديد من الغارات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أما في القطاع الغربي فكانت هناك بعض الغارات على فترات المتقطعة على منطقة صيدة وصور والنبطية هذه الغارات هي التي ما زالت تثبت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصر على هذه الغارات وعلى توسيع كل هذه الغارات في الأراضي اللبنانية وصولا إلى البقاع الشرقي الذي كان قد شهد صباح هذا اليوم عديد من الغارات التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي نتحدث عن رد حزب الله على كل هذه الغارات والتي من خلال بيانات الحزب الرسمية أعلن عن أنه استهدف عدة مواقع وثقنات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وكانت آخر هذه الغارات أو الرشقات السرخية التي تم تنفيذها من خلال حزب الله من الجنوب اللبناني وصلت إلى مدينة صفد في الأراضي المحتلة هذه الردود والتي ينوع من خلالها حزب الله آلية استخدامه لرشقات سرخية ما بين فادي واحد وفادي اثنين وأيضا أحيانا يستخدم بعض الصواريخ الباليستية وكان قد ظهر هذا الأمر في خلال يومين ماضيين وهو ما يعد أيضا في إطار تنويع استراتيجية الحزب للرد على كل هذه الغارات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدأت بعض الأصوات التي ما زالت تتعالى في الداخل الإسرائيلي والتي تتحدث عن نية قوات الاحتلال باقتحام بري لبلدات وقرى الجنوب اللبناني خاصة بلدات وقرى الصف الأول من الجنوب اللبناني وهو أيضا ما ظهر رد فعله في خلال بيان لحزب الله من خلال كلمة نائب الأمين العام للحزب والذي قال بأن الحزب جاهز لأي اشتباك بري إذا ما نوت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ هذا المخطط في بلدات وقرى الجنوب اللبناني والذي يسعى جيش الاحتلال حزب ما صرح سابقا بأنه يريد عزل هذه المنطقة وإبعاد العناصر التابعة لحزب الله إلى شمال النهر الليطاني إذن هذه الغارات والتي تأتي في مجملها ربما أكثر من ثلاثين غارة تم تنفيذها صباح هذا اليوم على بلدات وقرى الجنوب اللبناني في جميع الأقضية ما زالت هذه العمليات مستمرة مع تحليق مكثفة لطائرات الاحتلال في جميع بلدات وقرى الجنوب اللبناني وهنا في القطاع الأوسط منذ دقائق معدودة كان هناك تحليق على ارتفاعات متوسطة وهما يعني عمليات استكشافية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل رصد أي عناصر تابعة لحزب الله حسب ما تدعي دائما قوات الاحتلال من أنها تستهدف كل الأماكن التي بها تمركزات لحزب الله أو مخابئ لأسلحة كما تزعم ولكن على آيات حال فإن الاستهدافات التي أصبحت تطال أعداد كبيرة من المدنيين هي التي أدت إلى تهجير آلاف من الأسر اللبنانية في بلدات وقرى الجنوب اللبنانية وتحديدا في بلدات الصف الأول والثاني والثالث وهم الذين اتجهوا إلى صيدة وصور ومن ثم إلى العاصمة اللبنانية بيروت التي لم تسلم هي الأخرى من كل هذه الغارات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الغارات والتي تحدثنا من قبل عن صيدة وصور والنبطية هذا المثلث الذي أصبح في استهدافات دائمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية واستهدافة للشوارع والطرقات الرابطة ما بين مدن وبلدات الجنوب اللبنانية وصولا إلى صيدة وصور ما زالت كل هذه العمليات مستمرة في إطار ما وصف بأنه محاولة لعزل بلدات وقرى الجنوب اللبنانية ومحاولة تمهيد لما يعرف بعملية الاقتحام البري سأتي معك مصطفى إلى هذه النقطة لكن دعنا نستطلع الأوضاع في نقطة أخرى في الجنوب